بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمرين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبياد إلى السؤال نحدد الأعداد X Y Z التي تحقق X زائل Y Z تساوي جوج Y زائل X Z تساوي جوج و Z زائل X Y تساوي جوج إذن كالعادة أوقف الفيديو أخذ الوقت لك فكر مزيلا في الحل و بعد أرجع أكمل الفيديو إذن على بركة الله لتبسيط هذه المعادلات بثلاثة بإمكاني مثلا ناخد المعادلة الثالثة و نكتب Z بدلالة X و Y و نعود لقيمة Z في المعادلة الأولى والثانية و نحصل على نظمة معادلتين بمجهولين أو بإمكاني ناخد جوج المعادلات من هذه المعادلات و ندير الفرق ديالهم في الطرف الأيمن غير نحصل على جوج ناقش جوج هي صفر و في الطرف الأيسر عندي مجاهي المشتركة يعني بإمكاني ندير التعمير و نحصل على جداء معادلتين يساوي صفر وبالتالي هذين نبسط هذه المعادلات إذن كاختيار هذين ناخد المعادلة الأولى مع الثانية أو بإمكانكم تاخدوا الأولى مع الثالثة أو الثانية مع الثالثة و من بعد تديروا الفرق ديالهم إذن أنا غدي نتعمد على المعادلة الأولى والثانية و غدي ندير الفرق ديالهم و غدي نحصل على إكس زائد إجراج زاد ناقش إجراج ناقش إجراج ناقش إجراج تساوي جوج ناقش جوج هي صفر إذن هنا عامل مشترك لهو إكس غدي نعمل بي و غدي نحصل على إكس عامل لواحد ناقش زاد هنا عندي عامل مشترك لهو إجراج غدي نعمل بإجراج و غدي نحصل على زاد ناقش واحد تساوي صفر لاحظوا هنا ما بين هاد العددين عندي عامل مشترك لهو واحد ناقش زاد هنا عندي زاد ناقش واحد بمعنى هاد العدد هو مقابل هاد العدد بعد التعميل غدي نحصل على واحد ناقش زاد عامل هنا غدي نصبق علي إكس وهنا غدي نصبق علي ناقش إجراج لأن هاد العدد هو مقابل هاد العدد تساوي صفر إذن هنا عندي جداء عددين يساوي صفر أو جداء تعبيرين يساوي صفر يعني أن 1 ناقص Z تساوي 0 أو X ناقص Y تساوي 0. إذن بالنسبة للمعادلة الأولى، سنحصل إلى ناقص Z تساوي ناقص 1 أي أن Z تساوي 1. وبنسبة للمعادلة الثانية، Y سيرجع إلى الطرف الأيمن ونحصل إلى X تساوي Y. إذن نبدأ بالحالة الأولى، Z تساوي 1. إذن سنعود القيمة Z بواحد في المعادلة 3. سنحصل بالنسبة للمعادلة الأولى، X زائد Y في واحد هي Y تساوي 0. المعادلة الثانية Y زائد X في واحد تساوي 0 بمعنى Y زائد X تساوي 0. وبنسبة للمعادلة الثالثة، واحد زائد XY تساوي 0. إذن سنحصل إلى، هنا لدينا X زائد Y تساوي 0 هي نفس Y زائد X تساوي 0. بمعنى هنا X زائد Y تساوي 0 أو XY تساوي 1. احد مستخدمها الطرف الاعماء وننزل على جوج نقص واحد هي واحد. اذا الان على حقيقة الان لحل هذه النظمة كان مجموعة من الطرق. اذا سنخصى طريقة التعويض. انا بنسبة المعادلة الاولى سيعود اكس بدان نطابع غاية انا في كبه الفاديرة الى عود ايدا في المعادل سانيا سيعود ايكس به القيامه هالي هي جوج نقص اكلا. وستقوم بوضع ela لاجوج نقص اقرا عامل لاجوج تساوي واحد اذا سيبدئ المعادلة الثانية. سنشر على هذه العادلة ونحصل لها ناقص اثنان تساوي واحد. اذا الان سنأخذ جميع المجاهل والاعدل للطرف الايصر. سنحصل لها ناقص اثنان زائد جوج اقراق ناقص واحد تساوي صيفر. الان سنضرب طرفها المعادلة في ناقص واحد. سنحصل لها ناقص جوج اقراق زائد واحد تساوي صيفر. اذا الان بامكان نعمل هذه التعبير المتطابقة لها الثانية. سنحصل على اقراق ناقص واحد الكل اس اثنان تساوي صيفر. هذا يعني ان اقراق ناقص واحد يساوي صيفر وبالتالي اقراق تساوي واحد. اذا الان سنعود القيمة تساوي واحد في المعادلة الاولى او الثانية. سنحصل على. اذا عودنا هنا اقراق بواحد. سنحصل على اقس تساوي واحد. ونفس الشي بنسبة المعادلة الاولى. وبالتالي اقس تساوي واحد. إذن بالنسبة لزيد تساوي واحد الأعداد إكس إقراق زيد التي تحقق المعادلة الثلاث هي إكس إقراق زيد تساوي واحد واحد وواحد إذن الآن بالنسبة للحالة الثانية عدنا إكس تساوي إقراق إذن قد نعود إكس بإقراق في المعادلة الثلاث الآن نحصل بالنسبة للمعادلة الأولى إكس زائد إكس زاد تساوي جوج وبنسبة للمعادلة الثانية إكس زائد إكس زاد تساوي جوج وبنسبة للمعادلة الثالثة زاد زائد إكس إكس هي إكس أس إتنان تساوي جوج إذن الآن حصلنا على ثلاثة المعادلات بمجهولة إذن بالنسبة للمعادلة الأولى هي نفسها المعادلة الثانية وبالتالي عندي جوج ديال المعادلات وللحل هذه الندمة للمعادلتين بإمكاني نخدم بطريقة التعويض إذن بالنسبة للمعادلة الثانية سنكتب Z بدلالة X ونحصل على Z تساوي جوج ناقص X أس 2 إذن في المعادلة الأولى سنعود Z بجوج ناقص X أس 2 ونحصل على X زائد X عامل Z هي جوج ناقص X أس 2 تساوي جوج إذن الآن سنحتفظ بالمعادلة الأولى ونحصل على المعادلة الثانية بمجهول واحد ونحصل بعد النشر على X زائد X في جوج هي جوج X X في X أس 2 هي ناقص X أس 3 تساوي جوج إذن هنا لدينا ناقص X أس 3 X زائد جوج X هي زائد 3X وجوج في الطرف الأيمان سنعود إلى الطرف الأيسر هي ناقص جوج تساوي صفر إذن الآن سنضرب طرفي هذه المعادلة في ناقص واحد ونحصل على X أس 3 إذن هنا عندي X أس 3 ناقص 3X زائد جوج تساوي صفر إذن الآن لحل هذه المعادلة بإمكاني نبحث على تعميل في الطرف الأيسر إذن لاحظوا معي هنا عندي ناقص 3X بإمكاني نفككها إلى ناقص X ناقص جوج X هنا عندي زائد جوج بإمكاني نعمل بالجوج وهنا عندي X أس 3 بإمكاني نعمل بX تساوي صفر إذن هنا قد نعمل بX ونحصل على X أس 2 ناقص واحد وهنا قد نعمل بناقص جوج ونحصل على X ناقص واحد تساوي صفر إذن هنا عندي X أس 2 ناقص واحد بإمكاني نعملها بالمتطابقة لهمة الثالثة ونحصل على X عامل إذن X أس 2 ناقص واحد هي X ناقص واحد عامل لX زائد واحد هنا ناقص جوج عامل لX ناقص واحد تساوي صفر إذن هنا حصلت على عامل مشترك لهو X ناقص واحد غالي نعمل به وغالي نحصل على X ناقص واحد عامل إذن هنا نبقى لX عامل لX زائد واحد ناقص جوج تساوي صفر إذن هنا عندي X ناقص واحد عامل بينما قفتين غالي نشر وغالي نحصل على X في X هي X أس 2 X في واحد هي X ناقص جوج تساوي صفر إذن الآن إما X ناقص واحد تساوي صفر أو X أس 2 زائد X ناقص جوج تساوي صفر إذن بالنسبة للحالة الأولى X ناقص واحد تساوي صفر هذا يعني أن X تساوي واحد وبنسبة للحالة الثانية لدينا X ناقص جوج تساوي صفر معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد بإمكاني استعمال مميز المعادلة اللي هو دلتا يساوي بأس اتنان اللي هو واحد ناقص ربعة أس بمعنى ناقص ربعة في واحد في ناقص جوج هي زائد ثمانية تساوي تسعود هذا يعني أن جذر مربع دلتا تساوي ثلاثة وبالتالي عندي جوج ديال الحلول إما X تساوي ناقص بي بمعنى ناقص واحد ناقص جذر مربع دلتا على جوج A بمعنى جوج أو X تساوي ناقص بي زائد جذر دلتا ثم على جوج A إذن إما X تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة على جوج هي ناقص ربعة على جوج هي ناقص جوج أو X تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة على جوج هي واحد إذن بالنسبة للحالة ديال X تساوي Y حصلنا على جوج قيام بالنسبة للX إما X تساوي واحد أو X تساوي ناقص جوج إذن بالنسبة للحالة ديال X تساوي 1 إذن عندنا X تساوي Y هذا يعني أن Y تساوي 1 وبعدها تعويض قيمتي X و Y بواحد و واحد في المعادلات السابقة نحصل على نفس الحال وهو X Y Z تساوي 1 و 1 و 1 إذن الآن بالنسبة للحالة ديال X تساوي ناقص جوج إذن عندنا X تساوي Y هذا يعني أن Y تساوي ناقص جوج إذن الآن بعد تعويض قيمتي X و Y بنقص جوج و ناقص جوج في احدى المعادلات الأصلية الثالث إما الأولى أو الثانية أو الثالثة إذن نختار المعادلات الثالثة هنا عندي Z thousand هنا عنديه X و Y سنقوم بنقص جوج Innenقص جوج بمعنى ناقص جوج و ناقص جوج هي 4 تساوي جوج هذا يعني أن Z fazendo تساوي جوج ناقص ربعة هي ناقص جوج. وبالتالي بنسبة الحالة داد x تساوي y. عندنا x تساوي ناقص جوج. و y تساوي ناقص جوج. والزت كذلك تساوي ناقص جوج. هذا يعني ان الاعداد x y z التي تحقق المعادلات الاصلية الثلاث هي x y z تساوي واحد 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 او x y z تساوي ناقص ناقص جوج ناقص جوج إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله